ناحيتها قالت النائب عن البصرة أيضا زهر البجاري أن مطالب البصريين بتحويل البصرة إلى أقليم مطلب قانوني ودستوري وطالبتنا الكتلة السياسية الرافضة لهذا الأمر باستيبان حقيقة رفضهم بدون خوف نقطة المهمة بأن البصرة اليوم جاء الطالب طالعة عن النصوص الدستورية وعن القانون له هي ضمن القانون ضمن النصوص الدستورية اليوم البصرة من أنا طالب بالأقليم والأستاذ عدي طالب بالأقليم وهو tab with طالب بأقليم مجلس محافظة طالب شعب البصر طالب منظمات مجتمع مدينة طالب هو اليوم الطالب بحق دستوري يعني استغرب بأنه هاي الجلبة كلها من كثير من المحافظات ومن المركز ليش البصرة طالبة بأقليم؟ ليش يا البصرة طالعة رايحة فرضنا الكويت لو رايحة الإيران جاي طالب بحق دستوري المادة 119 تقول من حق المحافظة أو مجموعة محافظة تسولون أقليم وأكو قانون 13 2008 يقول بيه 12 إجراء بيه 12 فقرة بيها الإجراءات التنفيذية للإقليم إذن هي البصرة ما طالعة ولا أنا طالعة ولا الأستاذ عدي طالع ولا أي واحد طالع عن الحقوق الدستورية شنو هتجلب هذا؟ لكن بعض الكتل السياسية ترفض الإقليم حتى الكتل السياسية أنا جاي تكلم عن الكتل السياسية اللي يش ترفض؟ ليش متخوفها؟ ليش هم صارقهم ومه الدستور منه اللي يسوا؟ غير هذا الدستور؟ دستور العراق؟ عدلونا هاي الفقرة قولوا بأنه مرد قالم هاي فقرة 119 مادة 119 من الدستور شيلوها لغوها كتل سياسية اللي هي ممأيدة ولهذا السيد عادل عبد المهدي تحدث بمؤدمر الصحفي قال علينا أنه غير فقرات من الدستور يمكن كان يقصد هذي يجوز لأنه شاف الشعب البصري وشاف بعض الشعوب لأنه الطالب بحقوقها إذن اليوم إحنا نطالب بحق دستوري وما طالعين عن الدستور ولا طالعين عن القوانين عندك قانون للإجراءات التنفيذية وعندك مادة دستورية إذن إلغي القانون وإلغي عدل الدستور حتى إحنا نصير ماشي نوي العراء